واحدة من الأسئلة اللي دايماً بواجهها كشخص مولود في الأرض المقدسة مولود في الناصرة البلد اللي أنا عايش فيها كل حيات أو أغلب عمري قانا الجليل وطبعاً هذه المناطق كلها مناطق كتابية وين المسيح سكن في الناصرة وين المسيح صنع المعجزة الأولى في قانا الجليل والمنطقة كلها حول يعني منطقتنا قريبة من بحر طبرية أو بحر الجليل وين المسيح سكن فترة زمنية علم أجمل التعليم صنع الآيات والقوات والمعجزات الخارقة حول بحيرة طبرية وشيء مؤسف أن نشوف هذه البلاد اللي دخلها رئيس السلام بلاد الأنبياء بلاد الرسل بلاد الكنيسة الأولى التي نشرت رسالة المسيح رسالة السلام رسالة المحبة رسالة المسامحة رسالة الغفران إلى كل الأرض هي البلاد التي تتألم بسبب الحروب والكرهية والنزاعات الكثيرة وعلى فكرة يعني كل المنطقة متدهورة سواء كان الوضع بفلسطين في الضفة الغربية سواء الوضع السيء جداً في قطاع غزة سواء الوضع المتدهور في إسرائيل سواء الوضع طبعاً الصعب والمؤلم جداً في لبنان ولا ننسى طبعاً المدن القريبة المحيطة مثل سوريا والأردن حول هذه المنطقة ولكن في مناطق اللي يمكن إحنا ما بنسمع عنها في الأخبار مثل الحرب الدائرة في السودان والجرائم والقتل اللي عم بيسير أو بيتم في السودان عدا عن نيجيريا الخطف المسيحيين والحوثيين ومناطق عديدة في منطقة الشرق الأوسط فدايماً أسأل هذا السؤال أنت بأي جانب؟ أنت بأي صف؟ طبعاً أنا كمسيحي أريد أن أتشبه بشخص الرب يسوع المسيح فدايماً جوابي أنا يعني بشكل عام بيسألوني في الغرب أنا بحكي لهم أنه أنا I am pro god and pro people أنا مع الرب وفي صف الرب وأيضاً أنا مع الناس مع الإنسانية مش ضد أي شخص يعني أنا مع بهذا معناته يعني أنا ضد الشخص الآخر فالعالم كله واقع تحت الخطيئة نظام هذا العالم يسمي الكتابة نظام شرير وفاسد فأنا شخصياً أنا مع الإنسان والإنسانية أنا بفكر في احتياجات الناس بفكر في الأمهات وبفكر في الأطفال وبفكر في الأبرياء اللي عم بتموت ضحايا بسبب قيادات سياسية بسبب قيادات دينية ويعني بالأفق كأنه ما فيش نهاية لهذا الموضوع أنا بحب الكل بحب الجميع أنا بصلي من أجل الجميع وأنا بصلي أن الجميع يعرف يسوع المسيح أوليس عجباً رئيس السلام مرفوض من الشعب سواء اليهودي أو الإسلامي أو حتى المسيح العلماني كلهم يقولون أبعد عننا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر فأنا في صف الرب وفي جانب الرب وفي تخطيط ومعاملات الله ولكن من ناحية تانية أنا مع الكل أنا بـ يعني أتألم مع المتألمين يعني سواء فلسطينيين أو يهود يعني لما بتشوف شباب كمان يهود عم بتموت الان بتربيه 18 أو 19 سنة وبروح يقتل مثلاً وكم من الألام والدم واللعن اللي حلت في أرضنا تحتاج أرضنا إلى إبراء فأنا شخصياً مع الرب وفي صف الرب وأصلي إن الله يعرف في بلادنا وفي مناطقنا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر